الاتفاقية اللي تمت اليوم كانت حصيلة مجهود تقريباً شهر بلقاءات وعقد اجتماعات لحد ما وصلنا للاتفاقية هاي وهي عبارة عن عدة اتفاقيات وعدة عقود تم التوقيع عليها وعن طريق الاتفاقيات الحمد لله وضعنا يدنا بداية المشروع وبدأنا بالكنغو والسنغال ان شاء الله في المستقبل القريب نطلعين على استثمارات بدول بافريقيا ثانيا سيطلعك في المستقبل القريب شكراً جائعاً بمشاركي سيكون في مساعدات دول المستقبل القريب فعلاً ملتقاة عقود جائعاً نجل أدام هذه المستقبل القريب فعلاً جائعاً كما نجعل تصرراتنا جائعاً مع أمبيرو. اليوم إن شاء الله هذا أعتقد أنه سيكون المهمة لأفريقيا. الآن نضعنا نهارة إلى كونغو إن شاء الله سنغال إن شاء الله بعد ذلك سنغال نتعي مع أمبيرو. شكرا لك. شكرا لك. محمد رمضان رئيس التنفيذي لشركة أمبيرو وإدارة المشروعات والنهاردة عندنا حفل إطلاق الشركة بعد عملية الاندماج اللي تمت من شركة أمبيرو كامفاني لإطلاق لتغطية المشروعات وشركة تارجل إدارة المشروعات للإستسمر كان اختيارنا اختيار موظف طبعا الحمد لله إن احنا نقلنا إدارة المشروعات اللي كانت مستموزة على شركة أمبيرو الإطلاق لمنطقة الخليج هو خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة وده تم طبعا بعد ما كان فيه عدة ضرطشات نلعي الهتوار أو نبدأ الهتوار تتساعدنا جديد في كورمتات الخليج أو ماتات شرط في العوصفين وطبعا كان بإحتياره بإجماع بورد كله وإن هو يكون في دولة الهتوارات العربية المتحدة والحمد لله نلعي الهتوار نلعي الهتوار نلعي الهتوار نلعي الهتوار نلعي الهتوار نلعي الهتوار على ننجم للسهب في دولة الخلق وإدارة والإشراء وجسب الاستثمارات وتمويل قطع التعديل بالكامل في دولة الخلق بالإضافة لعهد ثاني وقعناها مع السنغال للاستثمار تفقا عن إنشاءات عندنا مشهور كبير في منطقة الدكار الجديدة اللي هي حتى بقى زي العسامة الجديدة يعني الدكار وإنه عندنا أيضاً وقعناها مع شركة الكاميرونية في قطاع التعديل كان عندنا اكتماعات في ماليو من التعديل لفاته يعني بخصوص الاستثمار في بنك انشاء دولة وده حيغطي منطقة وسط أفرافيت طبعاً كلمنا وما هم كانوا عارضين علينا لأنهم بوحنا تكون بعدهم الشعب من الفاتنا في خلال اليوم من الفاتر بكلمنا وإحنا بعد إجازة العيد إن شاء الله هنكون في القنو عشان نبدأ الشغل في قطاع التعديل وحنكمل نقشاتنا مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار وخصوص الموضوع بتاع التعديل وطبعاً احنا بنشكر دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارات العربية بإمارات العربية بإمارات العربية بإمارات العربية بإمارات العربية من الجالبية من نج違う ونظر بإمارات العربية وإن لدينا توجد من السمي للإمارات العربية بإمارات العربية بإمارات العربية المترجمات في الجمال، من الأجουμε اللغة العالم الجميع وأعلى في القبيلة، لرسوال القيمة جمㅣدي Halvors من المال الأولى وأنا أتمنى أن diesem المال يكون الغريف بالتركيلي وي lead a التغرض للمولوجل التعرض أولئك ما هي أتمنى هذه الأتمنى؟ ترجمة很 ترجمة ترجمة هذه الأشياء لأنني قلت قبل أن هذا المصدر للناس من الأفكتب في الأفريق الأفريق في الأفريق الأفريق. ما هي الأفريق 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 الأفريقية؟ لا يقدم أن نوفقنا نشغط tonight 매 الأفريق 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 الألف بيديوه So our idea is to bring the investors of Mayor's Mir, bring the know-how, the excellence of the made in Italy, put their dam and come within in Africa. كاموس مرميس إلواء في هذه الأمور الشبق المتintellيين وظهر بخير من النظر إلى الناس يجب أن ي vulnerabilitiesون مشاعرك ونفرح أن نظرة كل ما هو الربع أيها الوصول هو الرئاب المجتمع ما اردت بخير؟ أجلنا أنتي نظرة رأينا الجراد لقد رأينا الجراد لتركن الموضوع منذ أين البعض مبتاً لدينا سنقوم بعمل الثامن نجاً في الثامن. نحن ندفع فلوات التحديد من هذه المناطق التي تجده إلى المعجب المعجب من المعجب 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 من الثامن. فلاورة والدعمل. لذلك من هذا المو نبدأ بمعارضة في الكثير من المنائيات في كونغور. أنت تقريباً على المنائيات؟ نعم، المنائيات. لكن هذه هي فكرة التي نأخذها مع كونغوريين. شكراً لك. شكراً لك. أنا أحمد بحجة. صاحب شركة إمبيرو لفعاليات. اليوم كنا نقوم بعمل شركة إمبيرو إمباسمان. المنائيات كانت بين شركة إمبيرو كيميلانو وشركة تارجل بلاس الإمارات. التعاون كانت بين إيطاليا والإمارات. هذا التحالف نتاج عنه شركة إمبيرو إمباسمان. والحمد لله أننا أول يوم لنا بعد الآخرين. وقعنا ثلاث أقود. الأقود كانت مع دولة كونغور. وعرضي آخر كانت مع دولة السنغال. وهذه كبداية. ونحن دايماً بالنسبة لإيطاليا إمبيرو. ميلانو اختارت دولة الإمارات. وهذا طبعاً لأن دولة الإمارات دايماً جاذبة للإستثمار. في عدة مجالات. وكما عوضنا سمو الشيخ. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المخدوم. محفظ الله ورعاه. نحن دايماً لما نعمل حاجة في دبي دايماً نحاول نبدأ من حيث نتعى الأخرون. لأنه عوضنا دايماً لفترة. نحاول دايماً أنت تكون رقب واحد. وربنا يا رب يدوم على دبي والإمارات الأمن والأمان. وبشكركم وبشكر حضوركم جميعاً. إن شاء الله نتلقف فعلياً. وانا بدوري بشركة هايبرز. بشكر كل القائمين على الحدث. وتلع بجد حدث راقي. وعلى قد مستوى دولة الإمارات. وإن شاء الله يا ربي دايماً يكون من نجاح لنجاح لنا كلنا. وشكراً لكم على حضوركم. وعلى التغطية الإعلامية الضخمة. كل القنوات الجميلة دي. شكراً لكم جميلة دايماً. ورأي أنها ستكون مجتمعاً بيننا إن شاء الله. شكراً لكم. معرفة عن اشتراكات هايبرز. هايبرز في الناتحافة. ثقام الناتحافة بشأننا الكتابة في دبي. كثيراً عبارز في دبي وميورية ما جميلة، دبي أيضاً على ما يقولون. مناماًًاipe شكراً لكم جميلة. من أن أعلى آنف شاك. من السلال أمرأة اليوم جميلة وعندخل الوقت. ولم نتون تمشاركاً نشاهد في المنطقة بشكل طول в حمد. and our friend Ahmad Bajat we have done the arrangement and Mir and Ayesha they have done all the production everything they have done a wonderful job and Imperio and this one they have created a very good platform to bring up the Italian companies and products and to launch that in Africa that is what their main aim it is and this is a very good idea to bring in UAE projects and products and Italian projects and products to take them to Africa this is a good idea and good platform we really wish all the best for them and inshallah let's see their success in the near future look digital world ke taraf jane to isme investment ki baat ariye to kya cryptocurrency isme use wasme cryptocurrency ke pare investment ke pare asme so to be very honest on this cryptocurrency is not at all evil and I am completely out of this cryptocurrency and the bitcoin but I would like see it's everyone's job and their hard work so alhamdulillah what we are doing is completely this different line and what they are having this target and empire of investment have been tie up with an italian and in maruti so they are just moving with this investment it was just the branding and the production not only the production each and everything was being branded you have seen each and everything today the flag branding and the gifts what you will open will also have a branding because it's a highlight for each and every company if you just wanted to come up because nowadays the digital media and the branding makes a lot of impact for your business if you have a good branding it's like you will be the most famous you know then for each and everything the brand is important so we try our clients to be happy as always ad zone want the client's happiness as their success thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mashallah today we attend the first event which one cooperation between uae and italia and i saw so many minister people investors people and good cooperation between targets company with the italian company i think it's good for our economic in uae and italia and in future we will see bigger than this event also and there will be cooperation with these people and i am happy today to attend this event because i see the best people who's friendly to us which one we not see him long time and help us for the our economic the uae to growing in the world and you know as dubai today is the heart of the world for the business we can say thanks who's organized this event and thanks for the people who's been here thanks for all the media which one announcing about this event thanks to the people who's attend this event thank you thank you very much because you're all here and this is really great and i'm very happy to be here in this big event that we were playing we were planning to do it since a very long time it is a team report between us between the production and the event manager and this gathering between those two companies it is a beautiful thing because i'm sure it will help to develop a lot of sectors in africa so i'm glad to be a part of this beautiful investment here in dubai and i wish them a lot of success in the future inshallah thank you very much thank you we represent the company for capital and this has been one of the top 10 companies in dubai that has been giving services to many banking and financial services to the clients and i'm the founder and managing director for capital we were invited for this event and this has been a great expertise and a great experience till now with all the partners they came from all over the uae with a different mindset and different requirements and we wish them all the best and we hope to get some of our requirements fulfilled and that's it for now and hope it works hi this is visham omar i'm really happy to be here at the impero investment program event it was a very successful event it's going to be a joint venture between target and impero i hope the shaking of their hands together will bring them great prosperity and success in the near future we were really happy to be a part of this event it's a great collaboration and you know honestly dubai and uae has given them a great platform and an opportunity to come together so i really pray and hope that it's for the better for both the companies and for great success thank you thank you and and good and thank you